اشتركوا في القناة 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 ما نقبل تسرق ذلك ممكن إتباعي ما حصل حركة تحلى لكن في حركة تعشنوك ممكن تكون حركاتك ويتما في في البيت يعني لا لا ما بلقى بلقى الآثار قاعدة حركة تحلى ولا ما حركة تحلى لكن في حركة تعطينا تكون حركة ده وحشرة تلك تحت الدولاب ولا هنا أنا ما باكل يعني إلا بعدين البيت اللي لظروف غاهرة يعني عازميني برنامي حمادك تحبك جايبين في الواكلة كويسة ممكن أقول لكن خلاف كده ما نقوم برنامي فمرضات باجي بتكون هين شغلت في حاجة في البيت هي شاية إنه بغورية بالنسبة لي وخاطئين احتمال بعدين بسهول لكل أو هو بيتأخر وقوم أنا بفاجأة بجي أفتح الباب فأقول له أولا إجعان جوع لتساعدك تنبط دعيون إما تنبط دعيون أنا بعرف إنه ماتعي جاهز فأقوم ما بشي التلاجة وعمل ليسندة كده معا حب الجوطه ، ما كربع لك عشان ما بقول أنا مثالي شديد وعشان ببتل بالتلوجي معا حب الجوطه حبه كده عارفي إني بجي اج ما هي هاتف дисtown訂ز حفزك كلها خمسة سياجة سياجة هيا خطومة لما يزاعي لك وجود فيك اللي بيحتزر لي مرات كده مرات كده طيب انت بتعتزري لو لما تكون غلطان في حقه عادي 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 بتاعتزر لكن الأطراف موقف يوم جايج يعجب لي ويهج حزف اللقم واخفت معالي دائما انت بتاعتزري لو لديك الحل في البدجال أو حلتين أو ثلاثة أو تبطط وين كده يعني تجيديك حساس انه قدامك سيحا مرات كدرة مرات كدرة مرات كدرة وقامل أخفتي حياة معالي ابنانتو بدته مرات فانا جب خفتيت الحياة التي تأتيت في المطبخ وعاينتو اجد ما تيّى اشاركي ولا رواقح ولا حيل ولا فبنت قلتوسي انت ما شئتك انا شئتك فانو بتتحزر معايا انا معالي مش هالطوار جبت في الضوضة الضوض جافلت مصروعة جعلت ساعة إزعاد جوع مانت يتكلم نحايا خلز عز عشر وقاية كله ولو رباس عز يرغبت لكم وليت إزعاد تتاكي دي لفيري ولو قد لي كلا العوض أصف أن تروف مدائل تمان زعلي رديم الحياة بنت أحسن نطلع فاصل ونواصل بعد الفاصل أشان نمشي في فغرة المتبخ نشوف مهارة المدامات رجعنا لكم بعد الفاصل في مدبخنا العامر ومسابقتنا الليلة مع ديفاتنا في الطبقة اليوم ومسابقت اليوم مع روعة ومدام فاطنة عرفونا على طبقنا الليلة بتاع المسابقة وش نو حيكون اليوم ومسابقتنا بسبوسة طبعا حيالات جميلة في رمضان ومكونات البسبوسة سوملينا جوز الهند البيض الزبدة السكر ومكسرات الفول السوداني لغاية ما روعة تنتهي من تحضير الطبق بتاعها نشوف الطومة جهزت لنا شميل الليلة طبقة المسابعة برضو بسبوسة ونفس المكونات برضو باقي البودر والفول ونشوف نشوف نشوف يلا عمل معي بدو الضيفات بتاعتنا الطبق بتاعهم نرجع بتاعنا للستوديون ونواصل الدفتشة والحوار بتاعنا موسيقى موسيقى رجعنا لكم من الثاني نواصل حوارنا مع ضيوفنا نبدأ بفيصل فيصل كيف يومك بتقضي في رمضان يعني مما تبدأ من الصباح لغاية المساء تعمل شيئا فعلا دوام عادي بتاع تغول فعلا مشتغل لها ونجعل لها حاسوب ببطير الشبكات ونجعل لها حتى قبل المغرب في الساعة كدا عداك ترجع البيت بعد الفترة وباشرة بتيجي تتابع البرامد بتاعة اخوانا والصراع تكون عارفين انه أروا عادي جهزت لك شنو وله محضرة لك شنو وليتكوني تجعان نفسك في حاجة والله وفي رمضان عادة تنطل واللي هي فهمة برنامج بتاعك شنا؟ الطبق الرئيسي هو العصيدة يعني لازم تعملها كل يوم فإلا مرات تكون الليلة أعملين حاجة معي أنا بأكمل بالعصيدة وكيدا أشياء أساسي تتغير بين الاتنائمية والتجالية وبعد المغرب وكل برامي الجميلة ما تتكرلك فطائر حاجاتك لات تانية خلافة والله إلا نطلوبها أو يكون في شيء معي لكن الشيء السابس في رمضان كده العصيدة تحب أكلها ولا أكل حماتك؟ طبعا كلها أجمل يعني ألزة يعني حماتك ما بتحبك ولا شو؟ لا أكيد زي ما حماتها اتعلمت من أمه من أمه طيب يا صلاح بما إنه المدام يعني وقفة كده ده قدرت تبدلين إنه إنت إنت لاجيته وين فاطمة بي؟ تعرفت بها كيف وعرسكم كان كيف وقلين القصيدة اللي إنت كتبت عليها لأيام خطوط تكبيح والله إيمال عيقاتنا يعني كده تلاقينا اللغة التغليدي بتاع العادي السوداني ده يعني ما جاربتك؟ لا هم يعني نسابتنا يعني أنا عندي والدخطي كينات حسب محمد ما زوجي أخوتها تقيقتا بعد ذا كيبت يزياري الأخوتها كده هناين ما عارف أنه كانت خاتتاني في بالا أنا كنت خاتتها في بالين منهم يعني آي فبعد ذاك الوزرة ما كانت غريبة عليك ووزرة يعني كعائلة ما كانت غريبة عليك لأنه هو بيتهم معانا وكده بعد ذاك يعني الزيارات العادية والسناعات اللي بتقام الناس البيت والله إليت ما شاء الله عليها وتبارك الله وحيات ديك العادية دي وما حكيت عينك على وعجبتك آي فبعد ذاك القصيدة البخاروة ليك دي البخاروة ليك دي عرفتين دي كانت يوم الخطوبة يوم الخطوبة أنا زول طبعا بتاع دوبيت وحريص علينا الدوبيت يكون داخل تفاصيل حياتي بصورة مستمرة لأنه هذا ابن السوداني فحتى زفتي أنا ذات عملتها دوبيت الزفة بتاعت الزواج أجمل حياة وكتبتها أنا ولحنتها أنا وغنيتها أنا الزفة تبا يلتا زي ما قال لي واحد أخونا كلماته ألحانه عريس كلماته ألحانه أداه عريس لكن القصيدة دي كانت يوم الخطوبة أثناء ما بلبس الدبلاء ومن العادة شفنا فيها أغاني عربية بتشتغل شنو فأنا كنت أحريص إنه لها لإكون دوبيت في حقها هي يكون يتألف لأول مرة فبقول القادر ربنا اللي أداك جمال في زيادة واضح فيك وما محتاج له منيش هذا يالحالف أوفرلك نعيم وسعادة إيدك يتذهب وتضيب لساكد عادة يا سلام يا سلام رائع والله أي ما حصل كتبت أشعري يا أخيصة؟ لا ما كتبت ألاك مستمع هي طيب لجيت رائع كيف كانت طريقة زويتكم كيف كانت طريقية عادية دي قصة طويلة شيئة قصة طويلة دي يمكنك تخصير إلينا نسمع ما مشكلة لا يمكن يعني بيقولوا بصفتين خيرا بالألتين عام أعرف كم هي أجنال زميلة من حمد سبر رمانة زوجة خطة وربطهم كم جريم من ساعة كراء وفراح بجوهم باستبرار فهي عندك جاعة الزيارة فأول ما شفتها كده الزورة اللي معي قلت رأى الزورة دي أنا أخذ سويتها فأخذون زوجات قال داخل ثم ينوك أتكلم صحي بس إحساس الزورة داخل زوجات لأيكم لك على محيطة كثرة تجيرها كثرة تجيرة بحقيقة كثرة تجيرة بعد ذلك تعرف كده لأقسمه تموته وقلت كما قريبك وصراحة فرنكلي ما كانت والأسرة ما كانت غريبة فلتعدادة بالخطابة وزوجة الخطابة قربت لك كثيرة 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 من السلح الحمد لله وحب الله ما جابو لكم الفتورة عارس والله هما في اللاكولوف في فطورة العريس مكان بعيد حن الجليل اه نحن يطبع من مريب الشباب بايكم شو نحن في فطورة العريس من العادات السودانية المتبعة عندنا أنا بخط في طبعا والله هما فطورة العريس لو كان بسيط شو نزاج للشباب يعني؟ مع التكاليف البازات يعني بيكا بنفكر لخوف الشباب لتدخل فيه حاجات كده غريبة يعني يعني ما عادات لكن خلاف كده لا خلق فيه مبالغات ذات وفي حاجات ما أنا زاويتي فيه نظرتي فيه وزات وما كده انه زي ما قال عاد الامام ناس عندهم لحمة يعزبوا ناس عندهم لحمة عشان يأكلوا لحمة يعني فطورة العريس ده بجيبوا لك مناسبتك ومكرامتك انه مفترضت تضابح لها الخرفان وضابح لها التيران فشنو المغزى في انه الاسرة التانية اللي هي اسرتك مجرد ما مشايت لمرة طلبت يدها معنا دي بيقول اسرتك اللي هي تكون حاضمة اطفال شنو الداعي فيه انه تخسروا الاثنين ما هي الفكرة في شنو انت مشايت ودت له مشيلك ما تجدوه ليك جاوه ليك أنا لفقت تمنح هدايا يعني مسلسل الناس لو فيه ماتوا ما فيه واي ماتوا نوع من الصحة لكن انا دائر قبلي ما نمشي على بعشوية قوليه مع السلامة البرنابيش من حماتك لتحبك انا دائر بس التحية كبير جدا لحماتي اللي دائما في مزالة المطبخ لما نمشي نحنا بتعتني بشنو نحنا بنحب مش بنقاع مثلا التابخة ومناكله يعني لا لا تسألكم لا هي عارفة اساسا للفترة عرفت خلاص انه مثلا صلاح بحب كده علي بحب كده خواجب حب كده مثلا بكري بحب كده رجال بناتة يعني عارفة ومرات لما يجتمع كلنا بكون في حياة مشتركة والله دي حما تمام دي نحييان من هنا والله وانها طلعت لينا نسوان يعني ما بتاع الديليفر يعني مع تهياتينا في الديليفر تمام والله صلاح في رمضان بتقضي برنامجك كيف يعني برنامج رمضان عندك كيف نشاطاتك اهتماماتك ثواياتك في رمضان نحنا طبعا بندخل على رمضان الليامة الأولى بنكون مرهغين من تسجيلات رمضان يعني الشغل الإعلامي بكون ما اخذ الوقت قبل رمضان فاليامة الأولى بنكون يعني كذا ما اخذ الراحة حبا يعني ما زينا سفيسل طوالي في دواء ما بعد ذاك نحنا اجتماعياننا كثيرة يعني نحنا الأسر اللي اتنين بيشقين يعني باطرافين اللي اتنين واحد محيطنا الاجتماعي دائرة عوشح شوية فأي زول بيعتبر يعني عدم تلبيتك ليدعوته ما بيفهم في إطار المشغوليات العادية فأنا بعاني غالبا من إنه في بيتنا أو في بيتي ممكن أفطر ثلاثة يوم والباكي بالربي ولا على كيفة كان فهما شوية الدائرة بتاعت المحيط دا أوسع شوية لكن عندي كذا تمارين رياضية بحرس علىها في رمضان الشباح والحياة زي دي السباحي الناس يقولهت عشان عطشان ساي ماشي لكن هي رياضة يعني بحرس علىها في رمضان تحديدة نطلع فاصل ونمشي نشوف الصفرة والطبقة اليوم والمسابعة حماتك بتحبك برعاية رجعنا من الفاصل فاطمة وروع عملوا لينا بزبوسة تفتكروا مين حتفوز ودمسيق قيمة الأولى 9 من 10 9 من 10 أما فيصل 8 وفي الثانية أم صعب بالغة حما قلنا لك أشباع يا صلاح من ملكة النوق 6 من 10 دي 6 من 10 يلا يرفسوا 10 10 من 10 نعم أنا دي 6 من 10 ودي فزعة من 10 فازت معنا في حلقاتنا الليلة ومدام روعة نعم 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 ومبروك ليروعة وفيصل لحد ما نلاقيهم بكرة مع ضيوف جدد وحلقة جديدة ومسابقة جديدة نعم 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 اشتركوا في القناة